السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم يا شباب مقطع جديد كيفكم وما أخباركم طبعا مقطع جديد انداون لشابتر 1 المهمات تبعية الشابتر 1 وصلنا على آخر مجموعة من الشابتر 1 أبل ما بلش المقطع يا شباب لا تنسوا الاشتراك واللايك لو مشتركين وتضغطوا على الجرس و لو عندكم أي اسئلة أي استفسارات فيكم تضعوني عنها في التعليقات وفيكم تدخلوا على الديسكورد رابعة الديسكورد موجود في الوصف طبعا هلا حاليا هنأرجيكم آخر مجموعة مهمات في الشابتر 1 نحن المهمات كلها أو المجموعات الثانية اللي هي هومستيد والأرمي وسيلف والبوري بير والسوربايفال ايتم هدلون كلهم نزلنا عليهم مقاطع أبل وهلا هنساوي لكم آخر واحدة طبعا آخر واحدة سهلة هي عبارة عن أربع مهمات أول مهمة بدك تساوي كرافت للريس شيد وبدك تساوي كرافت للإكستنشن ليدر الثاني مهمة بدك تروح على بيزمنت موجود بمنطقة ريد وود هلا بطلقوني على الخريطة وبأخذكم له هناك والمهمة اللي بعدها بتكون تفتحوا هذا الميلتري كريت اللي جوا البايزمنت تحت بيكون فيه صندوق بتكون تفتحوا وكمان بريد وود في ثلاث مناطق فيهم سندي بتكون تفتحوها أول شي هنبلش بالكرافتينج اللي هنبديهم الريستشيد والليدر طبعا هنساويه من هون بتضغطوا على صورة المطرقة يلي عندكن في الشاشة بتروحوا لهون على آخر واحدة هاي هي الريستشيد وهذا هو الريستشيد بيكون عندكم هدله الموارد لو مش موجودة عندكن فيكن تساولة أوبتين وتاخدوها من البلدينج شوب هاي حقه خمسين والايتمس كلها بتقدروا تجيبوها من هون أنا طبعا عندي هون وسويت المهمة بقدر ساولونكرافت حاليا بس أنا قريدي سويت المهمة وبعدهم موجودين معي طبعا هاي هي اوريكم الشمسية هي موجودة هون شي مكان أو بتكون موجودة بالشنطة تكون موجودة بالشنطة حاليا مش موجودين في الشنطة سوف أضعه من الخزن المهمة يا شباب هاي هي المهمة الأولى الثاني مهمة عم يقول لك تروح على الريد وود على البازمنت طبعا بدنا نروح على الريد وود فورست ونروح على شي اسمه الريد وود أوتبوست تمام؟ وهونيك هيكون في أول بازمنت اللي بدنا ننزل بقلبه هادلون أربع مهمات هيك نكون احنا خلصنا واحدة ولما نروح على البازمنت ننزل لقلبه بيكون الثانية بقلبه في تشيست بنفتحه ونكون خلصنا الثالثة وناخدكم على التشيستات البقاية بيبقى عنا اثنين بدنا نفتحهن وبتكون خالصة الاخر مجموعة من المهمات في الشابتر ون ونكون خلصنا الشابتر ون كامل طيب هلا هو البيزمنت هيكون هون اخر شي بتروحوا على اليمين هتلاقوا البيزمنت هون بس تدخلوا على البيزمنت لتحت انا يمكن ما يطلع عندي السندو لانه فاتحوا بتروحوا من هون على غرفة النوم هتلاقوا السندوق موجود هون بهاي المنطقة اعتقد هون بيكون موجود السندوق هاي هي تبعية البيزمنت الاول هلا رحط لكم علامة على مكان السندوق في البيزمنت الثاني بدكم تطلعوا من هون طبعا هوا مكان السندوق هيكون بره المنطقة هاي الريدود فورست بدنا نروح على هاي تمام نحنا هلأ موجودين هون بهاي المنطقة هوا هيكون هون فوق الجبل مكان السندوق فوق هذا الجبل نساوي له مارك ونروح عليه اعتقد ان البيزمنت الثاني كيف تفعلون البيزمنت الثاني؟ ببقى عنا واحد دالت هلا سأعريكم الثاني اعتقد ان حتادي نحنا هاي ماشيون فوق تفعلي مباشية هو هنا في هذه المنطقة أرى أنه موجود هنا رأيت المنطقة الصغيرة هذا هو مكانه سوف تحصلوا هنا في هذا المكان سوف تطلعوا على الجبل سننزل طبعا بيبقى عندنا الثالث سوف أوريكم مكان الثاني متى ما نزلنا لهون سوف تجدون الصندوق أعتقد أول ما ننزل سوف تجدونه هنا هذه المنطقة أو أنا مشكلة أنه مطلعوا بقى ما سيطلع ما سيبين عندكم في المكان بس هو هون أعتقد بهذه المنطقة أو هون هذا هو المكان الثاني تبعية الصندوق سأخذكم على المكان الثالث طبعا سنذهب على المنطقة التي فيها الصندوق سأخذها سأخذها آخر شي تحت على اليسار سأخذكم أين بالضبط سوف نفتح الخريطة هون عند الريتشي هومستيد في هون كمان ميليتري بايز هي موجودة هون بالداخل طبعا عنا محمد موجود هون عشان نكسع بالوقت ننزل على المنطقة هذا هو مكان المنطقة ما هذا؟ طيب مكان المنطقة فيه اثنين موجودين واحد يلي تلكون عليه هنا ورا بس ما فيه صندوق الصندوق بهذه اللي هون شايفين وين عند هذي الحدايض عند الجبل بتنزلوا على هذا اللي هون بتلاقوا الصندوق تحت متى ما نزلتوا لتحت بتحصلوا الصندوق بيكون موجود كمان بشي مكان من هالأماكن هون بيكون موجود ايوه هذا هو بشكل مشمار اوكي هنا اخذنا هذا الصندوق هيك بيكون خلص مقطعنا لليوم راح شوف المكان الثاني هو فيه اكتر مكان اعتقد فيه بايزمنت بس هدلون الأماكن الثلاثة هذا المكان اللي قال لي علي محمد خلين ننزل نشوف شوفي تحت قبل ما نسكر الفيديو هون بتحصلوا صندوق عادي اعتقد مش من الصندوق هذا صندوق عادي يا شباب الملتري شفتوا شكله كيف كان غير هذا الصندوق اللي هالأفتحنا تمام يا شباب هيك منكون خلصنا الشابتر 1 كامل كلا ياتو وان شاء الله منبلش بالشابتر 2 مننزل فيه مقاطع لا تنسوا الاشتراك بالقناة يا شباب لو مشاركين واللايك وتدخلوا على الدسكورد موجودين نحن تقريبا خمسة الاف واحد في الدسكورد خمسة الاف لاعب واغلبيتنا بيلعب انداون وفي عنا روم خاص لانداون ومنساعد بعضنا البعض اهلا وسهلا فيكن ومنشوفكن ان شاء الله بمقطع ثاني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا